لا يذك صدرك ذاكرت وما توفق لا يذك صدرك أنت الآن بدلت مجهود لا يذك صدرك ذاكرت وما توفق لا يذك صدرك درست الجدوى واستعنت بالله وفشلت لا يذك صدرك كنت مستعد ودخلت مسابقة في الإلقاء وخدت العاشر من أصل خمسة لا يذك صدرك لا يذك صدرك الموب لازم دائم تفوس أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق وكانت لا تسبق يقول لاحظ فكرة وشو ناجحة دائما فسابقها أعرابي على قعود له فسبقها انهزمت فشق ذلك على المسلمين صدورهم فشل كيف نتعامل مع الفشل فيجي النبي صلى الله عليه وسلم فيجي نبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان حقا على الله ما رفع شيء في الدنيا إلا وضعه تعايش أنت مع هذه القاعدة لا يذك صدرك ذاكرت وما توفق لا يذك صدرك أنت الآن بدلت مجهود لا يذك صدرك ذاكرت وما توفق لا يذك صدرك درست الجدوى واستعمت بالله وفشلت لا يذك صدرك كنت مستعد ودخلت مسابقة في الألقاء وخدت العاشر من أصل خمسة لا يذك صدرك لا يذك صدرك الموب لازم دائم تفوس أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة ناقة اشتركوا في القناة